اهلا بحضراتكم من جديد قطع البترول من القطاعات المهمة جدا اللي حصل فيها تطوير كبير بعد ثورة 30 يونيو طبعا كلنا فاكرين مشاهد طوبير السيارات في محطات البنزين مشاهد يعني اختفت تماما الحمد لله مع الخطة اللي اشترت عليها الدولة في انها تعزز اتفاقيات التنقيب وكمان انها تدور عن البترول القطاع ده قدر انه يحقق كميات كبيرة من الانتاج عشان يأمن احتياجات المصريين خصوصا في الغاز الطبيعي مش بس كده نقدر نقول ان هو اعاد وضع مصر على خريطة الطاقة العالمية خلينا نعرف تفاصيل اكتر عن حصاد قطاع البترول في مصر من رحب في فقرتنا النهاردة بالمهندس صبري الشرقاوي رئيس شعبة البترول والتعديل بنقابة المهندسين اهلا بحضرك بشمهندس اهلا بسهلا 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 ايام صعبة مش هايزين نفتكرها ايام التوابير واحنا وقفين قدام البنزين وبنكلم بعض يا جماعة البنزينة بقى فيها بنزين كانت حاجة صعبة جدا ازاي قدرنا في فترة قليلة جدا نتحول من توابير وقفين على البنزين لماشاء الله الحاجة موجودة مش بس كده احنا بقينا كمان الناس ببصنا وتقول احنا نقدر نيجي نستثمر في مجال كان مقفول تماما عندنا في سنوات قليلة طيب خلينا نبدأ من الاول نقول ان احنا لغاية 2010 كان عندنا اكتفاء ذاتي لبعض المنتجات وكان عندنا نقص في بعض المنتجات وكان الغاز وصل معنا لستة مليار ادم مكعب وكانت ده مناسب جدا بالنسبة لنا جاءت حصلة الصورة بدأت الأمور الأمنية والاستخرار في البلد تغير 25 يناير بعد 25 يناير اي مستثمر او اي واحد جاي يضخ امرال في البلد هيبقى خايف على استثماراته خايف على استثماراته ليه لانه مش عارف البلد راح على فين فانا مش هاجي اضخ فلوس في بلد ولا اضمن اني اقدر استرجاعها مرة اخرى فبعد من 2011 لغاية 2014 تقريبا كانت الاستثمارات بالنسبة لنا في مجال البترول والغاز تعتبر سفر ده قدل ايه حضرتك حل فقط كان الخوف من الحل الأمنية ولا كان وقتها فيه نوع من انواع التعصر في سداد التزاماتنا المالية كان فيه يعني سواء كانت التزامات مالية او حصة حصة من البترول ما كانش يتم تقدمها بالشكل الكافي فايمكن ده من ضمن الحاجات مش فقط الوضع الأمن مظبوط يا استثمار انه هو حضرتك لو احنا جينا هنتكلم ايه الاول على اني لازم تكون حالة أمنية ليه لاني الفلوس بتاعتي هنروحي تحكيم دولي وهضمن وهخش تحكيم دولي واخد وده حصل معنا كتير في خضايا تحكيم دولي مع وزارة البترول ووصلت الديون انها زادت لغاية 6.3 مليار دولار في الوقت اللي وصلت فيه 6.3.8 مليار دولار كل ده قبل 2014 يعني فيه الفترة من 2011 ل 2014 ليه فيه حصة للشريك يعني اي شركة قطاع مشترك بيبقى فيه منها جزء نيه الاسترجاع ده الاستثمارات اللي صرفها في أثناء البحث والاستكشاف والحفر وبعد كده بيبدأ من حصة الانتاج ليه جزء من حصة الانتاج الفاتورة الشهرية دي بتتراكم طالما حضرتك مش هتدعي تسديدي طالما فوصلت الديون على وزارة البترول الى 6.3 مليار دولار اضف الى ذلك انه ما فيش استخرار في البلد ما فيش حالة امنية في البلد طالما فلا يمكن حد ييجي يضخ استثمارات جديدة حتى المستثمر في البلد اللي هو شغال فيه شركات شغالة في مصر من اكثر من 50 سنة توقفت كليا عن ضخ اي استثمارات جديدة لانها الاول تضمن تاخد الاستثمارات القديمة وبعدين تبدأ تضخ الجديد طبعا فبدأ الغاز طبعا الغاز ده لما يتم انتاجه بيبقى الاول بضغط الخزان بعد كده بيبدأ التناقص الطبيعي التناقص الطبيعي يعني كل سنة الضغط ده بيقل وبالتالي الانتاج يقل اذا لم يتم حفو قابار جديدة هيبدأ الانتاج ينزل نزل الانتاج بقى عندنا اغاية ما وصلنا 0-11 0-11% يعني احنا بننتج كويس اقل من اللي احنا بنجيبه من احتياجنا بقى عندنا عجز بقى عندنا عجز كبير جدا ب11% وبدأ الانتاج يوصل في مرحلة من المراحل الى 3 مليار احنا استهلاكنا 6 مليار فالطارجة والوزارة بتقول والدولة الى استيراد الغاز من الخارج استيراد الغاز من الخارج الغاز مش زي الزيت بيخش معامل تكرير وهو وهو محتاجين محطة اعادة تبخير فبقى وصلت ان كان عندنا محطتين للتبخير والاستيراد بقينا اكبر مستود من تصدير قبل 25 يناير الى الاستيراد واستيراد كميات كبيرة جدا ادارية ان الدولة كانت بتدفع 2.5 مليار في الشهر طبعا ده مبالغ كبيرة جدا طبعا تكلفة عالية جدا لو قلنا التكلفة لو حابنا نحط مقارنة كده ونقول ان احنا متوسط متوسط سعر الغاز عندنا 4.5 دولار للمليون بي تيو كويس وصل ان احنا تكلفتها كويس تبقى من 10 الى 12 دولار كويس من 4.5 دولار لانيتات اضعاف طبعا نهيك عن مثلا الوقت الحالي اللي هو بعد الحرب وصلت في اثناء الحرب الاوكرانية الروسية انها وصلت ل30.40 دولار يعني كان ممكن ندفع 5.6 اضعاف ما كنا ندفع قبل ذلك كويس لو استمر الاستيراد من الخارج وطلعنا من سالب 11% الى بلاس 25% امتى بعد 2018 فالمشكلة كانت خلت الوقت يعني ان من اول الحفو والاستكشاف الى الانتاج دي مرحلة بنتكلم فيها من 5 ل7 سنين كويس ولكن بالنسبة لمصر عملت خصة قصة كبيرة جدا يعني في انتاج حقل ظهر خلينا نتكلم عن اكتشاف حقول او حقول بيترولية جديدة في مناطق مختلفة من مصر نقدر نقول ان احنا نفذنا اكتر من 32 مشروع مثلا لتنمية حقول البترول كل ده كان الهدف منه ان مصر تبقى المركز الاقليمي اللي موجود دلوقتي ولا كان الهدف وقتها ان احنا نعدي الازمة اللي احنا فيها وبعدها ربنا يحلها طبعا الاول يعني زي ما حدرتك قلت كده في اول اللقاء ان الطابير اللي كانت على البنزينة ده ده كان فيه حاجة اصعب منها بنفسي شفتها في الصعيد مثلا طابور البتجاز كان يوصم لأكتر من ألف واحد وقفين طابور عشان ياخد انبوب البتجاز كويس النهارده فيه بلاد ممكن يقف ساعة وصاعة ونص في البنزينة عشان يمون عابيتهم كويس يا مشوار مش موجودة عندنا في مصر ده افضل نا بقول لحضرتك كان ممكن مش نوصل لكده بس كان نوصل لأسوأ من كده كويس لو استمر الوضع لأكتر من المدة اللي اخدها اللي هي حوالي ثلاثة اربح سنين كويس يعني هي الازمة لم تظهر ما بتظهرش في اول يوم لا الازمة دايما بتاعة الانتاج كويس تظهر في خلال فترة طبعا اننا زي ما بنتج من اول الاستكشاف الى الانتاج باخد من اربع الى خمس سنين كويس وفيه اماكن بتاخد سبع سنين نقص الغاز نفسه ونقص البترول بياخد فترة زمنية يبدأ فيها الانتاج يقل التدريع طبعا الاول كان الهدف الرئيسي تحقيق الاكتفاء الذاتي واي دولة لازم من اول توص الاكتفاء الذاتي كويس عشان المواطنيها وبعد ذلك التصدير احنا طبعا بدأت مصر بعد الحالة الامنية ما استقارت وبدأنا من 2014 جاء على اثارها الاكتشافات في 2015 2018 بدأنا اكتفاء ذاتي ثم بدأ التصدير 2018 نقدر نقول هي السنة اللي حصل فيها مش عارفة بقى يا جوز لنا استخدام الترنينج بوينت او النقطة اللي حصل فيها التحول يمكن 2018 وزارة البترول اطلقت مبادرة بتوصيل الغاز للبيوت يمكن وصلنا لعدد 8 مليون واحدة سكنية وحركة تقدر تصلح لي الارقام ده 14 مليون حاليا ناقه وحضرتك امتى بدأت الوزارة تطلق المبادرة وامتى بدأت تفكير عشان نخلص بقى نقص على نبيب البتجازي لحركة تقدرات تحول البيوت اولا عشان اتخلص من مشكلة البتجازي ان البتجاز كانت الدولة تسترد 50% من استهلاكها كويس من البتجاز فكان الهدف الاول تحويل المنازل والمصانع للغاز الطبيعي طيب حضرتك احنا كنا لغاية 2014 كانت الغاز متوصل لي 5 مليون و700 ألف وحدة سكنية في 2022 وصل لأكثر من 14 مليون واحدة سكنية يعني أكثر من 60 مليون بدأ من المصر وصل لهم الغاز الطبيعي كويس الهدف على ذلك 253 استوانة انابيب بوتجاز وصل العدد بتاحهم او وصل العدد 2 مليون ونصف مثلا احنا بنكلم بالمليون حضرتك انت بتكلمي على 100 مليون وي احنا لوقتي 100 وي كويس لو أسلمناهم على متوسط أربعة يعني 25 مليون وحدة 25 مليون وحدة في استهلاك عمبوبتين بيتجاز في الشهر يبقى كام كويس فهنضرب ناقي بسا 50 مليون كلام زيان كده يعني في اليوم عايز حوالي 2 مليون عمبوبتين بيتجاز ليه؟ كمان في مصانع كانت بتشتغل بأنبيب بيتجاز المطاعم المخابس يعني هما وصلوا لـ 1800 تقريبا 1800 مخبز وصلوا لحوالي 125 مصنع كل ده وصلوا غاز طبيعي فده أدى أنه تخفيف الضغط على استهلاك البيتجاز واستهلاك البيتجاز الدعم بتاعه كبير جدا يعني استوانت البيتجاز النهاردة ممكن توصل لي أكثر من 150 جنيه يوم هتبقى حدودة يوم يعني زد سعرها قوي بقى بـ 70 فأنت أحضرتك بتدفعي دعم 50% نا كويس أما الغاز فهو الغاز موجود حالياً موجود عندنا بعد زيادة الإنتاج في 2018 كل ده بقى التفكير في توصيل المنازل توصيل المصانع حاجات ما كانتش في الأحلام يعني فكرة أن حياة كريمة توصل الغاز للقرى النائية في مختلف المحافظات كون أن يوصل ده بالشكل الجديد العددات مسبقة الدفع وانتشارها أعتقد أن ده برضو ممكن يكون عمل طفرة في استخدام الغاز اللي بيوصل للبيوت هو حضرتك اللي وجدنا تكلمنا على مبادرة حياة كريمة في الحقيقة نتكلم عليها كمبادرة رئاسية كاملة مبادرة رئاسية كاملة يعني بيبدأ من بناء البيت ثم توصيل الكهرباء والمية والمجاري والطرق وبعد كده توصيل يجي دور وزارة البترول في توصيل الغاز الطبيعي الخطة لغاية النهاردة اللي مدينها لمزارة البترول 1451 قرية وليس منزل 1451 قرية تم توصيل حالياً ل120 قرية جاري التوصيل لحوالي 900 قرية حالياً الباقي حوالي 500 أو أقل من 500 بشوية دولة في انتظار انتهاء المجاري الأول وتوصيل المجاري الصحي الحكومي يعني القرى دي ما فيهاش مجاري صحي حيات كريمة حقيقية حيات كريمة فما فيش الصرف الصحي فالغاز ما ينفعش يدخل إلا بعد الحفر للصرف الصحي وبعد كده يدخل الغاز فالخطة موجودة مكتملة ولكن وقتها ينتهي بانتهاء المجموعة القوة كلها اللي هي مدرجة في الخطة بتاعة حياة كريمة مهم حالي 1451 قرية وده رقم طبعاً كبير جداً التحول في استخدام الغاز كمان مش بس نتكلم عن الغاز الطبيعي اللي وصل للبيوت احنا نتكلم عن إن بقى عندنا عربيات بالغاز بقى عندنا عربيات بتتحول من استخدام البنزين لاستخدام الغاز بقى عندنا تضاعف أعداد محطات البنزين اللي بتوفر خدمة التموين بالغاز يعني الموضوع بس مش كلام بيتقل في التليفزيون احنا عايزين نعمل غاز طبيعي وخلاص لا الخدمة دلوقتي بتوفر بحيث إن احنا نبقى بنقدم الخدمة كاملتاً والناس تقدر تستخدمها على طول أشوف حضرتك طبعاً هو مش كلامه بس لسبب لإني أنا خارج القطاع من عشرين عشرين معاش من القطاع يعني ولكن بتأكدنا النهضة بصفتي رئيش عبد بطول في نقابة المهندسين وهي ليست حكومية القصة إن العملية مش بالسهولة إن الناس متخيلها تحويل العربيات للغاز تحويل العربيات للغاز يعني أنا عايز محطات غاز عايز مركز تحويل السيارة من البنزين إلى الغاز عايز بعد كده أوفر له سعر منافس للبنزين عشان أشجعه إنه هو يحول عربيته للغاز ما هو استحالة أنا النهاردة معي عربية بنزين هتجي حضرتك الليلة ما تحولها غاز طب حولها ليه؟ ايه إيه اللي هستفيدوا؟ هو أول شيء اللي يجب أن يستفيد إنه هو الاستهلاك يكون بأقل تكلفة من البنزين طيب إيه اللي حصل؟ اللي حصل إنه كان فيه حوالي 200 ألف سيارة غاز في 2014 يعني كان فيه خطة برضك تحويل الغاز قبل يناير ما كانتش معروف إنه هي هتقل الغاز وصل دلوقتي لـ 283 ممكن يكون حاليا نوصل لـ 500 ألف 500 ألف عربية عن نصف مليون عربية ده رقم برضا كبير جدا عدد محطات كويس زاد من 200-300 محطة وصل حاليا إلى 900 محطة لأنه لازم أوفر محطات قريبة من الناس اللي هتستخدم الغاز المركز التحويل الغاز وصل دلوقتي إلى حالي 134 مركز تحويل السيارات للغاز كويس كل ده بيخفف الضغطة عن البنزين والصنار ده رقم واحد رقم اتنين استخدام الوقود النظيف لأن الوقود الغازي أقل كتير جدا من الصنار أو البنزين من ناحية التلوث للبيئة وده طبعا توجه عالمي وليس توجه مصري فقط كويس هو وصول انبعاث سانيكسودي كربون للحالة السفرية فكل العالم حاليا بيعمل على أن يكون عام 2050 هو نقطة التحول للصفرية طبعا استحالها هيوصل لها يعني سفر ولكن هنقول مجازا سفرية أو نكون قريبين من تخليل انبعاث الكربون لأقل شيء ممكن احنا يعني عندنا زي ما حريك بتقول خطة عالمية في 2050 وده يتروثب تماما مع رؤية مصر 2030 اللي بتتكلم فيها والشغل اللي شغالينه وقالنا فترة كبيرة جدا على نحو بيئة أفضل خضراء خلينا مشاهدينا نطلع لفاصل قصير المهندس أبري شرقوي مستمر معانا بعد الفاصل ونرجع تانين كم الحاليا اهلا بحضراتكم من جديد بنكمل كلامنا مع المهندس صبري الشرقوي رئيس قطاع التعدين والبترول بنقابة المهندسين باش مهندس لما نيجي نرجع نكمل كلامنا تاني ونتكلم عن ان الدولة اهتمت بانشاء وإحلال وتقديد عدد من خطوط الزيت اللي كانت موجودة او بقى كمان المنتجات البترولية نقدر نقول ان كان الهدف تغطية الاحتياجات الرئيسية ولا كان الهدف برضو جذب مزيد من الاستثمارات في المنطقة لا وحضرتك بالنسبة لخطوط الزيت والخام وخطوط اللي بتنقل الخام من مكان الى اخر سواء من الحقول الى المصانع التكارير او من الحقول الى الميناء التصدير ونقل المنتجات الى مستعدعات مستعدعات بيتم منها التوزيع على محطات البنزين وغيرها كان عندنا حوالي 5700 كيلو متر خطوط مختلفة لقطاع وصلت حاليا الى 6300 كيلو متر طبعا المسافة من قاهرة الاسوان 1000 متر عشان اللي ما اعافش مسافات يعني فوصل دلوقتي ل 6300 كيلو متر ايه المغزى من اولا احلال زي محطاتك قلت احلال ان الخط بيعيش للفترة 20-30 سنة وبعدين يازم يحدث له احلال الخطوط الجديدة هي وصول للاماكن اللي ما كانتش اساسا موجودة يعني زي مثلا التجمع زي الشروق زي المدن المنصورة الجديدة كل من الاماكن دي ما كانتش بيوصل لها خطوط ايه الغرض منها ضمان توصيل المنتجات والخام الى الاماكن اللي مطلوب التوصيل لها اما بالنسبة للاكتفاء الزاتي فده فعلا تفكير وزارة البترول وتفكير الدولة ان لازم يتم الاكتفاء الزاتي من المنتجات البترولية زي ما حدث وتم الاكتفاء الزاتي من الغاز الطبيعي الخطة كانت المفروض يعني 2023-2024 ان شاء الله يارب نقدر يقدر يكمله ويتم الاكتفاء الزاتي طبعا الاكتفاء الزاتي حتى لو لم يحدث بنسبة 100% فيمكن ان نستطيع القول انه يحدث بنسبة 95% ليه لان فيه هنقول 5% دي حاجات منتجات بتحتاج لمصانع فيها استعدادات معقدة شوية كويس طبعا احنا بننتج كله بننتج النفطة بننتج وقود الطيران بننتج كل يعني مصر فيها معامل تكرر الدولة فيه معامل تكرر جديدة من الجيل الرابع هو زي ما بيقوله ايه يعني كويس بتمر في انوبك في اسيوت وفي اسكندرية وفي ميدور وشركة التكريب المصرية في مصطرد كل الشركات الجديدة دي ده لكلها من الجيل الجديد وفي القديم اللي زي السويس النصر وشركة سرسي تصنيع بطرول وشركة عمرية وشركات دي من قبل 52 يعني وشركة قهيرة تكرر بترول فيه شركات من النوع القديم وفيه شركات يعتبر من اللي هي آخر ما توسط لها التكنوليش زيادة استثماراتنا ووضع حجر أساس مشروع مجمع البحر الأحمر للبيترو وكيمويات للمنطقة الإقصادية بقناة السويس ده كان يمكن في يونيو 2021 نقدر نقول الهدف كان التوسع بقى في وجود منتجات دات قيمة مضافة يعني يمكن هنزود بقى بولي أثيلين بولي بروبيلين بولياستر وقود سفن استثمارات برقم كبير حدرتك تصلاحي الرقم يمكن أكتر من 3.5 مليون طن سنويا ده المستهدف ولا حاجة تانية كمان زيادة عن الأرقم هو حضرتك لو جئنا نتكلم عن مشروع البحر الأحمر فده يعتبر مشروع قومي وليه مشروع قومي كريس لأنه الأضخم يعتبر الأضخم أفريقيا وما فيش يعني أي مجمع بهذا الحجم في مصانع كتيرة وفي مصانع في مصر تعاملت كتير لكن ده مجمع كبير للبيت الكرميكان طب إيه الفايدة منه الفايدة منه زي ما حررتك قلت كده أول حاجة تعظيم الخرم المضافر يعني إيه تعظيم الخرم المضافر للسرعة مستمعين اللي هما مش متخصصين يعني إنه إحنا بنصدر الغاز حاليا غاز طبيعي غاز طبيعي إحنا بنتكلم في أوقات بيوصل لسبعة وتمانية وحتى في أثناء الحرب الأوكرانية والأزمة والروسية وصل لعشرين ثلاثين ده للمليون بتيو طب إيه الفرق بينه وبيني أن أنا أصنعه بترو كيميكا كويس أجيب أضعاف أضعاف سعبه بمعنى يعني لو هو بخمس دولار ممكن يوصل لخمسين دولار لما أحوله من منتج خرم إلى منتج بترو كيميكا ده نموة واحد اتنين أقدر أغطي السوق المحلي طب أنا أغطيت السوق المحلي معناها قللت الاستيراد معناها توفير عملة صعبة للبلد طيب ما بالي حضرتك بقى أن التخطيط نحن اكتفاء ذاتي ونبدأ أن نصدر جزء جبير جدا منه زي ما بيحصل حاليا في شركة أبوكير الأسميدة شركة موبكو اللي تكلفت حوالي اثنين مليار هو فعلا زي ما حضرتك بتقولي كده هينتك حوالي ثلاثة ونص مليون طن سنويا التكلفة الاستثمارية بتاعته حوالي 11.7 مليار دولار وده رقم طبعا رقم التاني يعتبر في الاستثمار بالنسبة لمصر من سنوات طويلة جدا من بعد ظهر يعني ظهر وصل 15.6 مليار دولار التكلفة الاستثمارية اللي مراحل مختلفة بتاعته ولمجمع البحر الأحمر وده هيكلف حوالي 11.7 مليار دولار دي أرقام ما كناش نسمع بيها أكبر باستثمر كان باستثمر مليار اثنين تلاتة يعني لو جينا في واحدة الإسالة بتاعت ادكو كانت مكلفة حوالي 2 مليار ويوم خدوا القرد بتاعها للشركة الأجنيابي خدوا القرد عشان يبني المصنع ده بمليار دولار كانوا بيقول عليه قرد العام قرد العام لإنه بمليار دولار فالنهار ده مجمع زي ده لما يتم ويكلف حوالي 11.7 مليار دولار ففعلاً يأتبر مشروع قوين أكيد طيب عندنا كمان في منصة بوابة مصر الاستكشاف والإنتاج اللي هي إيجيبت أبستريم جيتوي دي المنصة الرقمية للتسويق اللي المفروض إنها يعني طبعاً تم طرحها في 2021 والمفروض إن هي يعني هتبقى موجودة عالمين الفكرة من طرح منصة زي دي إيه؟ هو حضرتك لو جينا نتكلم إحنا في صناعة البترول يعني بنقول فيه أبستريم وميدستريم ودونستريم إيه الفرق بينهم عشان نعرف بس الأول الفرق الأبستريم اللي هي الاستكشاف والحفر كويس الميدستريم اللي هو الإنتاج وحقول الإنتاج وغيره كويس الدونستريم اللي هو زي محطات الإسالة اللي هي بتصدر الغازة الطبيعية طيب الإيه الإيجيبتشان أبستريم جيتوي أو الإيجي كويس دي خاصة العالم كله أولاً تحول لرقمنا طبعاً والعالم كله تحول إن إحنا أبداً ما كنا بنحتفظ بالمعلومات فيه وراقيات أصبح الكمبيوتر حالياً ورقمنا هي الوضع السائد طيب لما جاء التفكير في عمل بوابة المصرية للاستكشاف والإنتاج هو الاستكشاف وإنتاج وليس استكشاف فقط طيب يعني ده راعاً بوابتين واحدة للإنتاج واحدة استكشاف تم تسجيل بيانات منذ سبعين سنة بمعنى جاء بيانات كل مصر وكل المتغول في مصر في خلال السبعين سنة الماضية وتم تسجيلها اتنين يبدأ يضع على البوابة دي كل الخرائط الجيولوجية والجيوفيزيقية طب إيه الفايدة منها الفايدة منها أولاً الوصول للمعلومة بطريقة سهلة ثانياً أي مزايدة عالمية تطرح سوف تطرح من هذه وتم طرح ودي يعني طرح مزايدتين من خلال البوابة بتخلي بتخلي المستثمر يبقى سهل إن هو يدخل على البوابة دي طبعاً النظيم مقابل كويس التكلفة بتاعت البوابة نفسها كويس هتيجي العائد بتاعها من خلال استخدامها من المستثمرين وهو أمر مقبول تماماً مقبول جد تماماً لإنه هو مش مش هيتعب في حصول على معلومة دي حاجة اتنين بتتوفر لكل المعلومات السزمية والجيولوجية والجيوفيزيقية اللي هو ممكن ما يقدرش يحصل عليها أساساً كويس هيحصل عليها بطريقة سهلة جداً تخليه يعرف ياخد قرار يستثمر فين أو يستكشف فين أو ياخد أنهي بلوك لأن يطرح مزايدة عالمية بيطرح عبارة عن بلوكات أماكن يعني كويس بلوك ممكن يكون تلاف كيلو متر ألفين كيلو متر مربع فهو يختار البلوك اللي هو عايز يستثمر فيه بناء عن إيه عن وجود معلومات عنده فالبلوك دا يقوم فيه معلومات عنه معناها أنه يقول والله دا أنا فيه احتمالات وجود هيدو كاربونز في المنطقة دي يبقى أنا أخد المكان دا كويس فبدفع نظير كده مبلغ أنا جبت عائد للوزارة البترول وقم اتنين كويس شجعت المستثمر على أنه ما يتعذبش ويقعد يدور على المعلومة كويس زي ما كنا بنتكلم على الشباك اليوم الواحد طب والكلام كويس اللي هي المفروض يعني تتعامل ربنا إن شاء الله يا رب يكملها كده والمستثمرين التدى تنفيذها بالفعل ولكن احنا محتاجين تسريع وخطوات الفرق بس أن البترول احنا بنقول عليه النظام التاني بعد الجيش يعني في أن هو ملتزم جدا بالتعامل بيبقى تعامل مع مهندسين ودركات رجولوجيين وجولوجيين وكلام زي كده فبيبقى العملية شوية ستريكتة يعني زي الجيش كده شديد الانضباط فالمستثمر اللي بييجي بيلاقي كل اللي هو مطلوب بسهولة جدا يعني فالجيش دي كويس حضرتك عمل التسهيل كبير جدا في طاح المسايدات عمل التسهيل كبير جدا في وصول للمعلومة كمان بتضرب أي حد جديد بمعنى يعني احنا عندنا مثلا الجيش جين والناس بتشتغل في الاستكشاف كويس لما يلاقي المعلومات دي كلها فبيغبط بين المعلومات بين التركيبات الجيولوجية في مصر وبين كل الأماكن فبيعرف هو هيشتغل في إيه طيب 2019 تم اطلاق الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة والانتهى موجود اتفاق مع شركة أباتشي وكان الهدف منه الاستفادة الكاملة طبعا من الثروات البترولية والبحث والاستكشاف يعني شوية حيات كتير حصل عليها كلام وجهنا الأنظار أو توجه الأنظار للصحراء الغربية ليه شمعنا للصحراء الغربية ليه حصل تركيز جدا على الصحراء الغربية في تركيط هو لما نيجي نقول شركة أباتشي لا شركة أباتشي بتشتغل في مصر من سنوات قويلة جدا وهي شريك مع وزارة البترول في شركة خالدة وشركة قارون لكن إيه المطلوب جديد عشان خاطر انتفاقية دي إن في ساعات حضرتك لو جيت في معامل التكرير هتلاقي كل معمل بيحتاج خام معين بمعنى إن احنا بنقول عليه درجة الجودة الأمريكية اللي يبقى أوي كويس ففي معمل بيقدر يشتغل للزيت الخفيف في معمل بيقدر يشتغل على زيت التقيل الخام اللي عندنا بيختلف جودته من مكان إلى آخر ففي الجزء من الزيت الخام إحنا مش محتاجينه إن محتاجين غيره فأنا أقدر أشتغل غيره لكن ما أقدرش أبيع بيع صح المنتج ده فالتفاقية بينهم ما بين أباتشي إن أباتشي هتقوم بتسويق المنتج كله بمعنى حصة الشريك اللي هي حصة شركة أباتشي وحصة هيئة العامة للبترول فهتوقت تسويق الأمثل زائد إنها هي الخبرات بتاعتها تنقلها للعاملين في وزارة البترول أو قطاع البترول بمعنى أصح كويس بتدريبهم وتدريبهم على التكنولوجيا الجديدة وفتح أسواق للخام المصري فعبارة عن شركة تسويق مشتوى كان أقدم نقول يعني أكيد طيب إحنا نقدر نقول إن في حصل تأسيس لمنتدى غاز الشرق المتوسط نقدر نقول إن مثلا ده عمل شكل مختلف لسوق الغاز في المنطقة كلها أو مثلا حصل تنمية في سوق الغاز الإقليمية بسبب هذا المنتدى ولا كان له أثار تانية متخيلين إنها ممكن تكون تأثار هو منتدى غازة الشرق الأوسط لما بدأ التفكير فيه في 2015 كان التفكير أو الهدف الرئيسي لي إن الدول الأعضاء اللي هتشترك فيه تقدر تستغل كل الموارد المتاحة في هذه الدول بمعنى تبادل الغاز بينهم اللي محتاج غاز بيأخذ من الدول الأعضاء بسعر تنفسي اتنين اللي ما عندهوش بنية تحتية يبدأ يستخدم البنية التحتية في الدولة الأخرى إيه يعني بنية تحتية؟ يعني معناها الغاز عشان يتنقل من مكان إلى آخر لازم محتاج إما أنابيب موسير يعني لنقل الغاز من مكان إلى آخر أو إن أنا أحوله لغاز مسال ونبدأ ننقله في السفر طيب بالنسبة لمصر إيه اللي خلاها بالنسبة لمصر كثالت أيوة كثالت أكبر منتج للغاز الطبيعي في المنطقة طيب إزاي نقدر يعني نستغل ده في دقيقة واحدة عشان ما عاد مجزة ما هو حضرتك إحنا كمصر اتنقلنا عالمياً الأول يعني دي الأهم بالنسبة للناس يعني ساعات الناس بتتكلم في تاعة أفريقياً ما يعرفش أفريقيا لأ إحنا في مصر عالمياً كنا 19 بقنا 13 طيب عربياً عربياً هم خمس دول أكبر منتجين كويس قطر ثم السعودية ثم الجزائر ثم مصر ثم الأمارات نعم كويس فمصر تعتبر الجابعة عربياً وال13 عالمياً طيب مصر عندها إيه عندها بنية تحتية خطوط غاز ممتدة في كل الدولة وخط غاز للأردم اللي هو الخط الغاز العربي وعندها مصنعين لإسالة الغاز مصنع في إيدكو ومصنع في دمياط المصنع اللي في إيدكو بيسيّل في اليوم 1350 مليون أدم مكعب اللي في دمياط بيسيّل حوالي 700 مليون أدم مكعب ولو جينا نتكلم بالطن هنقول 7 و 2 من 10 مليون طن من إيدكو وحوالي 4 مليون طن من دمياط كويس من سيجاز طيب إيه اللي خلاها في الوقت ده في 2015 لأن لو حضرتك جينا نتكلم نقول إن مصنع دمياط توقف كليا من 2012 إلى 2020 كويس لما ابتدى في 2020 لغاية النهاردة باع بحوالي 7 مليون طن طيب عندك أحضرتك عندك التسهيلات وعندك البداية ناقص إن إحنا نعمل منتدى المنتدى دخلت في فلسطين ودخلت في الأردن ودخلت في قبرص واليونان وإيطاليا وفرنسا وإسرائيل وفيه اثنين مواقبين التحدي الأوروبي والولايات المتحدة الأمريخية طيب ده هيعمل إيه هيعمل السوق للمصم لما كل الدول دي مع التحدي الأوروبي ومع الولايات المتحدة الأمريكية معناها مصر متحكمة في سوق كويس مش هنقول متحكمة تتعاون مع الدول دي استفادة إن إحنا لو عندنا غاز بنصدره بسهولة جدا اثنين لو الغاز اللي عندنا فيه غاز بنتج حاليا في قبرص وفيه في اليونان وفيه في إسرائيل وزي ما كنا بنديم غاز حاليا بناخد الغاز بيتم تسييله وبيصدر الأوروبا طيب إيه الفايدة اللي هتقول علينا فايدة المرور الغاز في الأراضي بناخد عليها التارف تعريفة يعني نعم ودمرة وبناخد على التسييل في المصنع يبقى أنا استخدمت المصنع اللي عندي استخدام الأمسل وجبت عائد منه وعائد من الخطوط اللي موجودة ووردي مش هعملها خطوط جديدة طيب احنا كل شكر لحضرتك المهندس صبري الشرقوي رئيس شعبة البترول والتعدين بنقابة المهندسين نورتنا وشرفتنا وعرفتنا حصاد نقدر نقول عليه قطاع البترول والتعدين على مدار تسع سنوات أو عشر سنوات شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا